لماذا أخفاه الله حتى يعرف المجد منك السلام لو عندنا الآن يقين بأن ليلة القدر 27 كان تجد الناس أغلبهم ما يقوم إلى 27 مثل ذا حين الختمة في الحرمين تجد بعض الناس يحضر الختمة ولا يحضر سائر الليالي ليه الناس يريدون عندهم كسل لكن الله تعالى أخفاه من الأجل أن يجتهد العباد في طلبها يجتهدوا في طلبها ويبحثوا عن ذلك فيعلم الجاد من الكسلان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ثم أنسيها لما تلاحى رجلان في ذلك ولعل ذلك خير ولا يزالنا الناس يرون رؤيا في ليلة القدر من عصر النبي إلى الآن لكن ما ينبغي لنا يا إخواني أن نعتمد على الرؤى وخصوصاً إذا مضت يعني من ضمن الحاجات المضحكة جاني واحد يوم وسألني قال الشيخ فلان معب الرؤى يقول ليلة القدر خمس وعشرين عند الندى حين الضافة ستة وعشرين وسبع عشرين قال طيباً قال هي رؤية كان خلاص أنا قمنا عنها خلاص أدركنا نقول القدر وخلاص هذه فايدة الرؤية فايدة الرؤية تنشط ما هو فايدة الرؤية تكسل فأقول ليا يا أخي أنت الآن استفدت من هذه الرؤية أنك ما عاد تصلي بقية العشر هذا انتكاسة في الفهم يا شيخ المفروض أنك أيضا تجتهد ثم يا أحبابي بارك الله فيكم المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويحب العبادة يستمر مع الطاعة لماذا يقول خلاص راحت ليلة القدر وانتهينا يا فايز خلاصنا ما يصرح يا إخواني رب العالمين نعبده حبا وخوفا ورجاءا والحمد لله العبادات هذه يعني محببه إلى نفوس المؤمن ينبغي يا إخواني أن يتشرف بها وأن يتذوقها شيخنا أحسن الله إليكم ما مدى صحة الألامات التي كيلة هي ألامات ليلة القدر كلها علامات ماضية يعني أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعر هذه أقوى أقوى العلامات لكن متى؟ بعد بعد وصلها ولذلك مثل هذه لا تبحث عنها لو بحثت كسرت ولو تحدثت بها عند بعض الكسالة يكسلون فلهذا يا إخواني ينبغي لنا أن نعرف أن ليلة القدر فرصة عظيمة فهمتم وإخفاؤها لمصلحة إخفاؤها لمصلحة أن يجتهد العبد فإذا اجتهد العبد أدرك ليلة القدر وأدرك معها ليالي ليالي تشبه ليلة القدر شكرا 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 شكرا